في لبنان شبى حريق هائل في مخيم للنازحين السوريين بالقرب من مدرسة الشفق في بلدة عرسال شرقي البلاد أسفر الحريق عن وفاة أم وطفلها وعن العديد من الإصابات واستطاع الأهالي إخماد الحريق الذي التهم أربع خيام بالكامل ويتكرر هذا النوع من الحوادث في عدد من المخيمات المخيمات اللاجئين المنتشرة في بعض المناطق اللبنائية من عرسال ينضم إلي مراسلنا محمد شبارو محمد ضعنا في حيثيات هذا الحادث وأيضا ما هي الجهود التي تقوم بها السلطات أو حتى الجمعيات من أجل ربما إغاثة هؤلاء الذين فقدوا أماكن سكنهم في هذا المخيم زاهر بداية هو مخيم الشفاق في بلدة تعرسال هذا المخيم هو مخيم صغير نسبيا يضم نحو خمس خيم فقط لخمس عائلات تقيم في هذه الخيم التي احترقت صباحا اليوم بحسب الأهالي نتيجة ماس كهربائي ربما صغر حجم هذا المخيم هو الذي أبقى هذه الكارثة إنجاز التعبير في إطارها هذا ولم تكبر أكثر خصوصا أنه بحسب الأهالي لو كان المخيم أكبر حجما فبالتالي كانت الكارثة ستكون فعليا أكبر بحسب الأهالي هنا هناك نقص كبير في معدات إطفاء الحرائق أطفئ هذا الحريق بجهود طبعا فردية من الأهالي هذا المخيم وأهل بعض المخيمات المجاورة الذين لبوا النداء وتوجهوا صباحا اليوم إلى هذا المخيم للمسامة في إطفاء الحريق يقول مشرف المخيم تحدثنا إليه منذ قليل وهو مصاب بجروح في وجهه نتيجة هذا الحريق بأنه لو كان هناك معدات لإطفاء الحرائق التي يطالبون بها منذ سنوات وتحديدا من الجمعيات الناشطة في لبنان لكان من الممكن السيطرة على الحريق الذي بدأ في أحد الخيم قبل أن يمتد إلى الخيم المجاورة الضحية باسمة وأبنها أيهم لم يفلعوا بالخروج من خيمتهم وبالتالي حصرتهم النيران ولجأوا إلى بعض الغرف المجاورة ولكن أصيبوا باختناق نتيجة الدخان المتصاعد من هذه الخيم منطقة عرسال عموما تضم عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين هو العدد الأكبر في لبنان يقارب العدد بحسب بعض الأوساط بعض الجمعيات الإغاثية المائة ألف نازح إن كان في مدينة عرسال أو في جرود منطقة عرسال وبالتالي يفتقدون إلى المساعدات ويقولون بأنهم ينتقلون من حالة البرد القارس والموت بسبب السقيع إلى الموت لأسباب أخرى ومنها الماس الكهربائي أو الحريق أو أي أسباب أخرى نتيجة الظروف الصعبة التي يعانون منها زاهر شكرا جزيلا لك محمد شبارو كنت معنا من عرسال موسيقى